اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شو يعني مبديل المعلوم؟ يعني الفائل الذي تسبب في مقوع الفعل موجود مثال أقول The Children Played Football In The Garden فبهذه الجملة يؤدي الفائل The Children يسموه الدور يعني اللي يتسبب في الفعل يعني Subjects البلايد هو الرب الفوتبول هو الوبجيكت والإندقاردين هو الكمليمت زيب إذن هنا هالي الجملة تسمى Active Voice ليش سميت ب Active Voice؟ الفاعل اللي يتسبب بالفعل موجود بالجملة أما Subject Voice فهو الجملة التي لا تحتوي على الدوى يعني اللي قامه بالفعل وإنما يجب أن أقدم المفعول به ليحل محل الفاعل راح تجينا بالقواعد التي من خلالها ونعرف شون نحول الجملة من المبني المجوم إلى المبني المجوم إذا هذا أول ملاحظة التي تعرفت بأنه هناك Active Voice مبني معنوم وهناك Passive Voice الـ Active Voice الفاعل موجود أما Passive Voice الفاعل محذوف وإنما نجيب المفعول به ونخلي البدال الفاعل هذه الملاحظة رقم واحد الملاحظة رقم اثنين طالب يسألني يقول لي استاذ ليش نحذف الفاعل من الجملة ليش الـ Passive Voice ما بيها فاعل ما بيها الدوى يعني اللي يتسبب بالفعل طبعا هناك أعد الإجابات لهذا السؤال نختصر منها ونختصر على إجابتين الإجابة الأولى نقول لي أن في بعض الحالات الفاعل يكون يعني غير معروف بهذه الحالة راح نكون الجملة بنصرة بصيغة أبنبهي المجهول الحالة الثانية إنه تاكيدنا أحنه تاكيدنا مو عن فاعل يعني الفاعل ما يهمني آني بالجملة وإنه ما يهمني الفعل قال آني اص غرج الجملة في زمن بصيغة أبنبهي المجهول إذن سببيا بventhال Sharp السبب الأول عدم معرفة الفاعل السبب الثاني عدم الحاجة إذا ذكر الفاعل والتأكيد يكون على الفعل سنجي الآن إلى كيف نحول الجملة من المبني للمجهول إلى المبني للمجهول أدي خطوات مهمة خطوات تحويل الجملة من المعلوم إلى المجهول طبعا قبل ما نبدي بالخطوات أريد أن أذكر الطالب بأن المبني للمجهول لازم أنا عندي فعل متعدي فعل لازم يعني أقول آني على سبيل المثال I go to school هذه الجملة لا يمكن أن أكون منها مبني للمجهول لعدم موجود المفعول به لأنه go فعل لازم الجملة اللي تحتها أنا مفعول به أقدر أسويها مبني للمجهول مثل أقول I sent the letter فشوفنا هاي فعل sent فعل وذالتها المفعول به أي كل جملة تحتر على المفعول به أقدر أكون منها صيغة المبني للمجهول هاي الملاحظ رقم اثنية كيف نحول الجملة من المبني للمعنوم إلى المبني للمجهول طبعا نتبع الخطوات الآغاثية أوه الخطوة حذف الفاعل زي وهذه سألني سؤال يقول أستاذ أنا ما أندل الفعل وهذه الجملة شون أحفه؟ غير أول شيء أندل حتى أحفه؟ يقول الفاعل تلقيه قبل الفعل إذن يوجد الفاعل قبل الفعل نية حذف الفاعل تقديم المفعول به ليحل محل الفاعل زي المفعول به هو أدل دي بالجملة نقول للطالب يقع يهو مفعول به وعن يقع بعد الحرف يعني بعد حرف الجر مثل ما أخذنا قبل شوية The children played football in the garden وبعد حرف الجر أو قبل حرف الجر قبل حرف الجر وقبل الضرف زي لا نوع أحد أفعال الكينونة حسب الزمن يعني ممكن أن يخلينا أن يفعل كينونة وهي البي الاز الاب الام الواز الوير البين والبين والبين إذن هذه أفعال الكينونة توضع بعد المفعول به أربعة نحول الفعل إلى التصريف الثالث للفعل للفعل طبعاً هذه السهولة جمعت لك الاتصاليف الأفعال المتعدية بهذا الجرول مهمة جداً هذه الأفعال هذه الأفعال تحتاجها لصياقة الجملة من المبني المجهول إلى المبني المجهول هذه الأفعال حالة تتدرب عليها وتحفظها إملائها مهمة جداً في هذا المرور جداً إذن عدنا أربع خطوات حتى نحول الجملة من المعلوم إلى المجهول أول خطوة هي حذف الفاعل ويوجد الفاعل قبل الفعل أثنين تقديم المفعول بهي أنا أخبر الجملة آني أقول بالنسبة الجملة والتنا هذا الفاعل هذا الفاعل هذا فاعل هذا فاعل المفعول بهي يوجد بعد الفعل وقبل حرف الجر إذن المفعول بهي أين؟ تقديم المفعول بهي لحل محل الفاعل يقع قبل حرف الجر وقبل الظرف وبعد الفعل إذا ما نقول بهي يجب بعد الفاعل هذا الفاعل وقبل حرف الجر ومقول آني أين بغاير قبل حرف الجر إذا ما نقول بهي سهولة نعرفه لأنه جيّتنا الفاعل حددنا وحددنا حرف الجر إذن الكلمة المحزورة بين الحرف أو الظرف والفعل هي تسمى المفؤول به الظرف مثل يستردئ 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 ضرف زمان متعلق بالماضي بسيط إذن الفوتبول هنا هي المفؤول به إذن هذه الخطوات مهمة جدا إذن لازم تحفظها بالتسلسل لتحويل الجملة من الندني المعنوم إلى الندني للنجوم الآن عندي بعض القوانين عندي بعض القوانين اللي لازم أحفظها حتى أحول الجملة من المعنوم إلى المجوم هذه القوانين طبعا متعلقة بالزمن يعني كل زمن إلا قانون خاص رحني جريدت من القوانين أول قانون عندي نساء القوانين أول قانون طبعا هخلي مفؤول به هذا الركن الميتغير اللي يحل المحل الفاعل بعد ذلك هخلي الاز والآ والآ هذا هو الركن اللي يتغير ثم بعد ذلك هحول الفعل إلى التصريف الثالث للفعل ثم هخلي تكمية الجملة هذا هو القانون لا هذا القانون بير زمن زمن المضارع البسيط هذا إذا كانت الجملة في المبني المعلوم في زمن المضارع البسيط رح استخدموا إياها هذا القانون إذا أريد أذكر الفاعل وحد يسعني يقول السلطة لحلقة الفاعل وأريد أذكر ولا أخليه أقول لها نخليه بعد كلمة باي يعني نكتب الجملة في المبني مجهول ثم أكتب باي وثم يأتي الفاعل الذي حرفنا من الجملة إذا هذا القانون في زمن المضارع البسيط طالب يقولي أستاذي شونا أعرف الجملة في زمن المضارع البسيط من خلال من خلال واحد فاعل الجملة فاعل الجملة فاعل الجملة نين يعني فاعل الجملة الفاعل اللي يحتوي على اس أو اس أو المجرد المعبي لا اس ولا اس نين من خلال الظروف الظروف الدارة على المضارع البسيط وهي everyday usually always sometime الآخر هي الظروف التقرار اللي هي everyday الظروف التقرار always sometime إلى آخر أحنا تجيب لي مثال نقول مثال كيف يوز these coins and egypt أعطيك للقوش نقول لك change into passive غير إلى passive غير هذه الجملة إلى passive أول ما أجي الخطوة الأولى هي تحديد هذه الجملة بها زمن بما أنه عندي الفعل use وهو فعل مجرد إذن هذه الجملة في زمن المضارع البسيط إذن أول ما أجي الخطوة الثانية أحدد الفاعل هذا الفاعل يجب أن يحدث هذا هو المفرول به مثل ما اتفقنا بأنه المفرول به يقع بعد الفعل وقبل حق الجر إذن رح ننزل المفرول به اللي هو these coins هذا المفرول به نزلنا بعد ذلك أخلي A لأنه جمع بعد ذلك أحول هذا الفعل إلى التصريف الثالث للفعل هذا قياسي بعد ذلك رح ننزل تكمل الجملة اللي هو in Egypt فصارت هذه العملات هذه العملات تستخدم في مصر هذه مثال على الجملة ذا كانت في زمن المضارع البسيط رح ننتقل إلى زمن جديد وهو زمن الماضي البسيط زمن الماضي البسيط رح أغير وين أغيراني؟ أغير بأفعال الكينونة رح يتغير عندي هذا هذا هي الغير عندي فرح أيضا رح احتل المفعول به لكن رح يتغير الـ is والآو والآو رح يصير الوازوة ثم رح يجي التصريف الثالث الفعل بعد ذلك رح يجي تكملة الجملة ذلك هذا هو قومي الثاني إذن قاعدت لاحظ التغيير وين يصير عندي التغيير يصير عندي وين؟ بأفعال الكينونة هذا اللي نقول به ثابت والتصريف الثالث الفعل ثابت وتكمل في الجملة ثابتة اللي يصير التغيير عندي بأفعال الكينونة هي اللي تسبب في تغيير القانون إذن هذه الجملة تستخدم في زمن الماضي يعني هذا هنا الماضي البسيط أما القانون الأول في مبارع البسيط جيد رح يجي نسي السؤال الإنسان كيف نعرف الجملة في زمن الماضي البسيط؟ إذا نعرف طبعا هذه هي الأحضار التي تريدك تكتبها يعني عن مساحتها التي تكتبها نعرف الجملة في زمن الماضي البسيط من خلال واحد الفعل الماضي يعني الفعل الماضي القياسي اللي ينظيف لديها أو أيديها أو الشال من خلال الظروف اللي هي الظروف الظروف الدالة على الماضي وهي يسردي ولاست وأضو إذن على أمتين أقدر أميز الجملة في زمن الماضي البسيط حتى أستخدم معها هذا القانون نمتي بثال بثال فاعلها مثال somebody robbed the bank last week الحلل هذه الجملة نقول somebody هو الفاعل subject الrobed هو هو الverb the bank the bank هو الobject و last week هو compliment مزيد مثل ما تعلمنا أنه الفاعل يسوي له يجب أن يحدث رح أقدم المفحول به الذي هو بين الفعل وبين الظروف الظروف إذن سنننزل ثم سننزل الظروف الظروف لأنه الجملة في زمن الماضي إذن سنطبق قانون الثاني الظروف 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 كل فعل ينتهي بإيدي، التصليفات ما كنت أيضاً إيدي، إذا راح ينزل لأوب ثم راح ننزل تكملة الجملة اللي هي last week هذا بالنسبة إلى القانون الثاني، راح نكمل بالقانون الثالث القانون الثالث عندنا الجملة أيضاً هنا المقول بيضاً كما هو لكن أحلي هنا إلز وآب وآب زائلاً بينك انتبه من قلة بينك يعني الجملة في زمن المستمر يعني المضارع المستمر، زائداً التصليف الثالث الفعل ثم أخلي تكملة الجملة، هذا القانون الثالث هذا القانون الثالث زمن المضارع المستمر، زائداً راح نجي الآن إلى نطب الثالث عليها، أو قبل أن نطب الثالث عليها، نقول شو كنت نعرف كيف نميز الجملة في زمن المضارع المستمر؟ من خلال، واحد، إز، أرآ، أرآ، زائد فعل، نخليها آين جي، نية، من خلال الظروف ماركة نقص شو هالظروف ماركة، خدناها بالآ culpa، ما غدناها حقيقةً يعني أرآثكم ما آخدناfilled الrésيرق Lilz وآثن ال أعلموا في هذه اللحمة هذه العبارات أو الظروف من أشوفها بالجملة؟ يعني هذه الجملة في زمن المضارع المستمر وانت عليها مثال أقول somebody لاحظ أنه الأفعال الجملة دائما أو أغلب الأحيان تبدي بsomebody شنو معناته؟ يعني الفاعل مثل ما قلنا ليش حولت الجملة إلى مبنية المجهول؟ لأن الفاعل غير معروف ما عرف الفاعل يعني ولهذا عبوظة تعلم الفاعل بكلمة somebody somebody is cleaning the room right now في هذا الزمن المضارع المستمر دائما المفعول به يكون بعد ال-ing هنأخذها قاعدة المفعول به يكون بعد ال-ing يعني is هرتركها ال-ing تركها رهج وراها المفعول به the room من الضرور أن تعرف وين المفعول به the room هو المفعول به إذن somebody هو ال-subject is cleaning هو ال-verb مكون من جزئين هنا ال-object المفعول به وهنا تكملت الجملة إذن كما تعلمنا أول خطوة أحرف السمجة أقدم the room تنزل المفعول به ينزل صار فاعل صار فاعل يعني the room حلت محل الفاعل أصبحتها الفاعل ولهذا يجب أن تميز ما بين الفاعل وال--dua عن كل ثاني الجملة بال- active voice تحترق على--dua الدور يعني الذي تسبب بالفعل أما هذه الجملة يعني active voice وال- passive voice اثنياتهم بهم subject لكن بال- passive voice المفعول به حل محل subject فأصبح فاعل يعني بالحقيقة هو فاعل فاعل بالجملة لأن الجملة لازم تحتوى على فاعل فإذا روم حلت محل الفاعل فأصبحتها فاعل وبالاصل شارك مفعول به ثم أخلي is لأنه مفرد ثم أخلي being هذه هي being عوضت عن الفعل ال- ing صار being عوضت عنها ليس جملة الفعل المستمر عوضت عنها ب- being بعد ذلك أحول هذا الفعل إلى التصريف أهدفني عنده ال- ing وهتصير cleaned ثم أنزل right now هذي ثلاث قوانين القانون الأول بالمضارع البسيط القانون الثاني بالمواظر البسيط والقانون الثالث بالمضارع المستمر خلينا نحذف الأفعال نسحة أفول الأفعال حتى نكمل قوانين بقية القوانين المتعلقة حول الببني للمجل القانون الرابع القانون الرابع القانون الرابع القانون الرابع القانون الرابع القانون الرابع عندي أيضا المفعول به القانون الرابع القانون الرابع القانون الرابع القانون الرابع القانون الرابع القانون الرابع عندي أيضا المفعول به زايداً تكملة الجملة هذا القانون الرابح زين هذا القانون أيضاً استخدمه بحالة نعرف الماضي المستمر من خلال وزور زايداً فعل اهتمام الانجي من خلال إذا تتذكر بلونة الأولى شخص أذنك الكلمات تدالي على الماضي المستمر اللي هي والأز والوين والأنت الوايل والأز جواها ماضي المستمر مباشرة إذا هذه الدلال أو علامتين نميز بها الماضي المستمر نطي مثال الوايل والأز جواهة وين لاحظ وين ويا 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 وما بين الماضي المستمر يجوا لها وبعدها يجوا لها الماضي البسيط إذن الآن نخلي هنا نحن المثال هذا هو السبجت الفعل هذا هو الفعل وعند 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 تكمية الجملة الجملة إذن الأول خطوة The first step يحدث الsomebody راح نخلي بداية The gates ثم راح أطبق القانون المناضح لأنه الجملة تحته على ING وفيها walls أبور هذه الجمع إذن نخلي where ثم أعور عن الأوبنينج ببينج وأحول الأوبنينج إلى التصريف الثالث للفعل opened ثم ألزل when we arrived هذا قانون الراب ونجي على القانون القانون الخامس المقول به زائد هاز وهاب زائد بين زائد التصريف الثالث بالفعل زائد تكبير الجملة هذا القانون شو كنت أستخدمه إذا كانت الجملة في زمن المضارعة التام المضارعة التام طبعا شو كنت نعرف المضارعة التام شو نعرف المضارعة التام نعرف المضارعة التام من خلال واحد هازو هاز زائد التصريف الثالث الفعل من خلال الظروف الظروف وهي التي تعلمناها من خلال الخامس وهي جاست والردي 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 وصف تقلق وتقلق مجرد الناس تقلق يمكن أن تقلق الناس سوف نحلل الجملة هاي somebody أدي subject هذا الفعل best sales اللي هو object و accident طبعا هذا الزمن هو أسهل زمن للطالب لأنه متصل الثالث الفعل موجود عندي نفسه نسلة من أغير الجملة من المعلوم إلى المجهول نفس التصريف الثالث أنزلة ودائما يكون المفؤول به بعد التصريف الثالث في الفعل أما في زمن المضارع المستمو في زمن المضارع المستمو فيكون بعد المفؤول به يكون بعد التصريف وقبل حرف الجاب إذا أحلم somebody أنزل موجود موجود ثم جمع موجود 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 ثم موجود 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 ثم موجود 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 القانون الثالث حقيقة ما عليه جملة بالكتاب القانون وهو المفؤول به زائدا هاد بين زائدا التصريف الثالث في الفعل زائدا تكملة الجملة هذا القانون الثالث هذا القانون بيع زمن زمن المال التام أيضا نعرف المال التام من خلال هاد زائدا زائدا التصريف الثالث في الفعل على واحد اثنين من خلال إذا تذكر عايزة الطالب من خلال شنو؟ من خلال after خذناها نوجود الخامس because where so where before where after because so before when هذه الكلمات يأتي أما قبلها مال التام وبعدها مال التام يعني الafter will because رح يجي وراها مال التام أما so will before will win رح يجي قبلها مال التام ثم تعليه مثال I had finished my walk هاد الجملة في زم الماضي التام عندي يقول I ملا subject had finished there when my walk هذا ال object إذن أحذف I أقدم my walk ثم أخلي هاد been والتصريف نجسا ينزل ماحتاج إلى التصريف هنا نجسا التصريف ينزل وأخلي فول ستوب في نهاية الجملة هذا هو القانون السادس تبقى لدينا قانون مهم جدا دائما نتكرر بالامتحان والمزارة كيف هذا القانون القانون الفيوتر القانون الفيوتر هو زمن المستخدم شون أعطي جملة في زمن المستخدم نعرف الجملة في زمن المستقبل نعرف الجملة في زمن المستقبل من خلال واحد و زائد من فعل مجرد اثنين من خلال الظروف الثلاثة الثلاثة على المستقبل وهي تومور تعني غدن و نيكست القادم ثلاثة من خلال الفي الشرطية النوع الأول مثال somebody لاحظة عزيز الطالب أنه أغلب الأمثلة لكل نهر تبتدأ بكلمة somebody يعني عادة فعل غير معروف somebody will pay the bills to more هذا هو subject هذا هو verb هذا هو object وهذا هو تكملات الجبل أنصار عندي المفقول به في زمن المضارع المستمر يأتي بعد ing في الماضي المستمر أيضا بعد ing في المضارع التام والماضي التام يأتي بعد التصريف الثالث الفعل أما في زمن المستقبل فنحسب ثاني كلمة بعد will will نعوفها الولاها نعوفها سيأتي وراءها المفعول b سأحرف somebody أنزل the bills ثم أخلي will 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 تحتاج إلى مصدر مجرد اللي هو d وأحول هذا الفعل إلى التصريف الثالث الفعل مهم جدا هذا التصريف ted ثم أنزل ثم مر هذه هي القوانين المهمة القوانين السبعة المطلوبة عندنا في منهج كتاب الصف السادس الآن سنجي على أمثلة الكتاب أمثلة الكتاب أمثلة الكتاب أدنا حقيقة مثالية تمرينية مهمات أدنا تمرين في مئة واثنين وعشرين مهم جدا مئة واثنين وعشرين تمرين تحاول الباصل بويس تمرين د طبعا أغلب الأمثلة ما تحليناها على الصبورة قليلا شوية و أدنا في تمرين صفحة مئة واثنين و أربعين تمرين جي أيما أغلب الأمثلة حليناها على الصبورة ما عدا مثال واحد احكيتهم هذه تي تشيز تي تشيز تي ستري ابي دي زيب بالبقاء هذه الجملة مدامية ابي دي وعندنا فعل الجملة في المضارع هذا هذا يا قانون القانون الأول المضارع البسيط راح أجي أول شو راح للسؤال نعتقد أن هذا السؤال جالب الامتحان المزاري أول ما نجي أعرف يا قانون أطبق أطبق القانون اللي هو المفعول به زائدا الزوار زائدا تصريف الثالث الفعل زائدا تكملة الجملة هذا القانون أكتبع الصدور هو كتبه بالدفتر يعني بخط خفيف حتى أطبق عليه راح أجي أعرف ندي سومبادي هو الفاعل هذا هو الفعل هذا هو الأوبجيك هذا هو الكمليمت راح أجي أحرف لسومبادي ألزل تاريخ ثم هالي الكم مفض دخلني إز ثم التصريف الثالث الفعل ما كتبناه حقيقتين حفظة هالي تاريخ 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 ثم ننزل المثال المحل لنا أيضا هالي هو يقول سومبادي وال جايد أول هومور أول هومور يعني القانون الأخير هذا هو ال سومبجيك هذا هو ال بياب هذا هو ال أوبجيك وهذا هو كملة الجبلة جيد راح نجي نحذف لسومبادي سومبادي راح نقدم الأول هومور ننزلها بما أنه عندي وول إذا نحذي وول دي هذا أقفع قياسي أصير غريد ثم ننزل ثم اقفع قياسي هاي التمرين التمرين الي نحليناه خبصنا معدد والتمرين مهم جدا طبعا صيغة السؤال شون يجيب الامتحان أما يأتيك بهالطريقة اللي ذكرتك قلي شويه هالسيغة أولى السيغة الثانية يأتيك بهذه الطريقة هاتب هاي إليك ونكتب تمرين الموجود في كتاب المنشاة صفحة 122-40F وبهذا المثال يطلب من قدنا نرتب هذه الجملة يعني الجملة خروطة محلولة في زمن المبني المجهول ويطلب من قدنا ترتيب هذه الجملة طبعا هنا عندي ألام مستفام يعني سؤال أول ما هي الجيحة ردت للجملة عندي القانون هذا القانون الثاني يواز الجيحة خلي مفعول به زائد الواز زائد تصييف ثالث الفعل زائد تكملة الجملة هذا القانون بما أن الجملة في صيغة السؤال إذا لازم أخلي لي أقدم الفعل على الفاعل أو على المفعول ثم أخلي الموين هنا وخلي أعلم مستفام بالأخير إذا سوف نرى وين تنزل واز ذا طبعا مفعول إذا من يكتب على ذا يعني أغلب أحيان كل معرفة ذا نير ذا ثم خلينا الصفان هذا حديثة الموجود في صفحة مية واثنين 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 تم رين ألف في صفحة مية واثنين 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 نأخذ مثال ثاني مثال ثاني يقول ثالثة الموجود في صفحة الموجود في صفحة الموجود في صفحة الموجودة ثم بما أن الجملة تت錯ها على ang وت schon ذا الخالقة 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 يملكم متaled ال س زادا is و are ما راح نتول is ما مقداعي موجود are زادا being زادا تصيير التالف الفعل زادا تكبيرك الجملة هذا هو قانون راح نكتب زيب راح نجي الحل وين مفعول به عندي مفعول به اغلب الاحيان نكون غير عاقل their windows راح ننزل their windows closed ثم نذكر up ونزل being ونزل replaced ثم نزل next week خليب الاحي خلناخد مثال اخر عندنا ناخد مثال اخر يقول be salt the end the end house wall before the year there of the end هذا اكيد القانون قانون future نباوع when the object مفعول به مفعول به هو ماذا؟ the house هذا مفعول به راح ننزل the house will be sold sold انها تصف اخر مهم جدا اللي هو sold التصفل الثالث مال sale عندي sale sold يبيع بيع sale sold والتصفل الثالث مال كعيضا sold the house the house will be sold at the before هاتجين تقمة الجملة the end of the year the end of the year هذا ايضا المثال مهم موجود في صفحة 142 راح نجي اكون مثال حقيقة حالينا وما هدو الكتبة مثال الرابع عدنا مثال اخر يقول باي the down the previous owner where ثم trees ثم ايضا راح نحدد الـ object اللي هو the trees هذا الـ object راح ننزل the trees الاسجار ثم اخلي القانون الثاني اللي هو where تصيل الثالث اللي هو cut by تنزل قلنا اذا حدثنا الفاعل فيذكر بعد كلمة by ثم انزل the previous owner هذا مهم جدا التورين بقى عندنا التورين حقيقة مهم جدا وهو في صفحة 124 الطريقة الثالثة إذن هذه الطريقة الثانية شو يجيسوها بالامتحان يجي جملة وخربطة وموضوع المطلوب هو ترتيب الجملة وخربطة وتكوين صيغة المقنية المجهول سيجينا تورين مهم للمهمات أخرى في صفحة 124 الطريقة الأخرى لشان يجي السؤال بالامتحان إذا راح نحلق كالمثال من العدل المثال هو في صفحة 124 الطريقة الحقيقة لا يترتيبط الطريقة الحقيقة يقول ذا التشيك لاحظ ذا التشيك خلاص صان ناس ويقول لك correct صح فهسا يعرف الطالب انه ليش امطيتك علامات استخدامات الزمن يعني يقلنا نعرف الزمن كل زمن يقلنا نعرف المغارع التام الماضي التام المستقبل من خلال علامات حتى حسوا منه هيت متالي هيته من امتحان ومزعي فبما انه وجود كلمة last week إذن هذه الجملة في زمن الماضي إذن القانوم الثاني أباوة the check معانته مفرد إذن لازم أخلي was وأحول هذا الفعل إلى التصريف الثالث was signed last week يعني يرسك وقعه أو علمه last week مثال آخر نأخذ عن مثال أول مثال ثاني أفيد 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 بما أنه الجملة تحت وعلى F الشطرية هذا النوع الأخير بالقامل الأخير من W إذن سننزل W بالجملة سنعرف المستقبل من خلال علامات من ضمنها F الشطرية إذن سننزل W و ننزل B و أحول هذا الفعل إلى التصريف الثالث بالفعل هذا المثال إذا كنا نحاول أن تحلها بالبيت أدنا من الثورين آخر في صفحة 126 نأخذ من المثالين في صفحة 126 الثورين D نأخذ من المثال أدنا المثال الأول وهو المثال الأول المثال الأول المثال الأول المثال الأول المثال الأول يقول الإلمان في الحساب المنصرفي يستخدم في عدة طرق هذه حقيقة ولهذا الحقاق تستخدم في زمن المضارع البسيط إذن أخلي is وأحول use إلى التصريف الثالث is use ناخد مثال ثاني نمشين أرضو ممنص أرضو ممنص نطاقوا الفير أرضو ممنص بما هنا وجود أدنى مومنت إذن هذه هي الزمن المضارع المستمر إذن إذا ماشين أقول is being القانون الثالث ثم أحول هذا الفعل للتصريف الثالث للفعل فصارت is being repaired يعني الماكنة تصلح في هذه اللحظة نأخذ مساعد صاعد صالح مهم جدا لدي مساعد صاعد نأخذ وهو the decision تموره وانا نفعل ميك تموره ضايدة باني منجر بمعنى موجود الآذير وتمورو ظرف الزمان ما المستقبل إذن لازم أخذي هنا أقام الأخير اللي هو will يكيبه بالأحمر will be وحول هذا التصريف الثالث للفعل الفعل حول للتصريف الثالث الفعل يصير will be mint حقيقة عزاء الطلبة هذه هي التمارين المهمة والصير الثلاثة اللي تيجي بالامتحان الموزاري الصيغة الأولى يطيق جملة تحولها للباسل بويس الصيغة الثانية الجملة غير مرتبة ترتبها بالباسل بويس والصيغة الثالثة مثل ما تعلمنا هسه يطيق فعل ويطلب من عندك أن تصحح الفعل الموجود بينها قواس وتنتبه بأنه شون تعرف أنت الباسل بويس إذا جاء المقول به قبل الفراغ فتحولها حسب الدلالات الزمنية تبقى لدينا شيء واحد وهو الأمثلة الوزارية فقويانا لنكمل معكم حل الأمثلة الوزارية عزاء الطلبة لنكمل معكم حل الأمثلة الوزارية تتعلقة حول المبني المجهول خليجى عن المثال الأول يجيب الدور الأول الفيرم 17 هذا المثال يقول my uncle deposited the money last week طبعا هذا القانون هذه الجملة في زمن الماضي البسيط لوجود الفعل الماضي طبعا هذا فاعل هذا الفعل هذا object وهذه تتملأ الجملة اول ما اجي احطف الفاعل اول داماني ثم اخلي واز واننزل نفس التصيف الثالث الفاعل هو نفسه ثم انزل لاست المثال الثاني يطلل من عندنا مثل ما قلت لك لاني انه يرطيك كلمات مخربطة تعدلها لتكوين صيغة المبني بالمجهول ها يقول لك next being or the there placed وتبينك put the words in the correct order to make the passive sentence يعني يقول لك اضع الكلمات في الترتيب الصحيح لتكوين الباسد خلح لها أول ما اجي انازل ما قل به وين ما قل به the house ناقص الhouse ناقص الhouse انازل the house the houses the houses the jannah are being replaced from my the next week the houses are being replaced next week ويك هذا القانون من الثالث يتكون من المخول به زائن r being ثم تصيب الثالث نفعل ثم الظرف الزمار ايجي هذا في الدور التمهيدي عام 2019 هنجعل المثال الثالث المثال الثالث اقمى ايضا نفس المثال السابق ايضا كلمات مخربة رتبه جدوا الثالثة 2018 راح نفتش اول ما نفتش على المخول به طبعا ما دار عدي half والتصالبين اذن هذا القانون الخامس اذا راح ننزل the stairs نفعل به ثم ننزل half being تكتب القانون بعد ذلك ترتب على دور القانون مثل ما تعلمنا نفعل به half being تصيب الثالث نفعل repaired ثم نسل عليه في ترتيب الباقي اللي هو to avoid the accident انا اول ما تجي تشوف الجولة غيازمنت ثم تكتب قانون موالته وبعد ذلك ترتب الكلمات على ضوء القانون هذي تجينا في زمن المستقبل wall clean دو اول الفين وثمتعاش انه هذا هو object اننزله هذا يحدث اننزل the house وما هذا عندي wall اننزل wall واخلي B وبعد ذلك احول هذا الفعل للتصليف الثالث الفعل cleaned ثم اننزل every satel مثال البعدة المثال الخامس عندي ايضا ترتيب كلمات اجده الأور 2015 اجي الله هذا يا زمن طبعا عندي زمن the future اذا اننزل المقول به وهو the goal بعد ذلك انزل wall وراها لازم اخلي B ثم انزل تصليف الثالث للفعل ثم انزل دلالة زمنية اخليها فين هذه الجملة الجملة لانا ايضا ترتيب القانون خلينا اقول به القانون will ب تصليف هذا الفعل ثم تكملة الجملة المثال الثالث اجي الدول الثانية 2016 عندي فعل ماضي وعندي last انه هذا القانون الثاني انه هذا هو object هذي رحلة بالsubject انزل the wallet المحفلة ثم انزل was stolen ثم انزل last week المثال الثالث اجي الدول الأول 2019 وعندي ايضا في زمن الماضي الوجود left هذا يحذف هذا هو object وفي الوجود هنا بين الفعل الماضي وحرف الجر اذا انا نزل the these blocks where لازم نخلي where من جمع ثم انزل left تصل الثالث leave ثم انزل in the the last week بالمثال الثامن ادى ادنا هذا ing يعني الخامن الثالث المضاور المستمر دولة اولة 215 اذا اتفقنا بانه المفؤول بعد ing مباشرة بعد object فانا لازم احذف subject راح ننزل the room ثم اخلي is mean هاذا دائما اخليه هاذا كان مفرد ثم احول هذا الفعل الى التصريف الثالث للفعل ثم انا ننزل right now القانون او المثال التاسع عندي ماضي وعندي last عرفنا الجملة في زمن الماضي من خلال الفعل ومن خلال الظرف الدول الثاني 2014 اذا اطبق القانون الثاني اللي هو المفؤول به اللي هو my wallet ثم اخلي was taken تصريف ثلاثة مال take كتبناه ثم ننزل last week مثال العاشر ايضا ترتيب جمل يطلب لاني ارتب الجملة الدول الثالثة 2014 اول ما نجي فتش على المفؤول به اللي هو the bank بعد ذلك اخلي was ثم اخلي robbed ثم اخلي yesterday 11 طبعا ايجي هذا البثاء في عامر 2015 تبهين دي بما انه وجود في نهاية الجملة the end or the year اذا جملة في زمن المضارع البسيط لان القانون الاول راح اصير is ثم احول هذا الى paid ثم انزل بعد مثال اخير يجي دور اول 2016 بما انه الجملة في زمن الماضي البسيط بدلالة الفعل الماضي اذا احدث my father ننزل دلتها ثم اخلي was راح اول هذا الفعل الى التصيل الثالث الفعل ولا ردك اذكر الفاعل my father ايجي لازم اقول my by my father اعزار طلبة كل ما متعلق بالامثلة الوزارية التي جاءت في السنين السابقة اذا حقيقة بعض الامثلة الوزارية طبعا هنا my 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 الى هذه الامثلة الوزارية التي جاءت حول هذا الموضوع ملخص بسيط المبنى المجهول بينها توجد سبع قوانين القانون الاول هو المفؤول به زاد ازو او عام زاد تصيب الثالث الفعل اما القانون الثاني فهو المفؤول به زاد وزوير زاد التصيب الثالث الفعل اما القانون الثالث فهو المفعول به زاد الزغار وآم بين زاد تصريف الثالث الفعل أما القانون اللابع فهو المفعول به وزغير بين ثم تصريف الثالث الفعل والقانون الخامس فهو المفعول به هازو هاف زاد بين زاد تصريف الثالث الفعل والقانون السادس هو المفعول به هاد بين ثم التصريف الثالث الفعل والقانون الأخير وهو المستقبل المفعول به ثم غضي زائدين تصيح الثالث هذه مجمل القوانين المتعلقة حول المبني بمجهول شكر لكم عزيزي وطلب وحسن المشاهدين استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته